كابت الحسام حسن النهاردة بعد المباراة بعد الفوز على المنتخب الموريتاني كان ليه تصريحات مهمة جدا قالك انا بشكر كل اللعيبة على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة والرطوبة واللعب على انجيل صناعي وجهنا منتخبا قويا سواقف القاهرة او في موريتانيا ولديهم مدير فني جيد واتمنى لهم التوفيق اسرائيل اللعبين وموجود الفريق وقبل كل ذلك توفيق الله السبب في الفوز وغياب محمد صلاح ومستوى الله محمد ودنجا كان للاصابة لكننا نجحنا في كذب اكثر من لعب المعسكر الاخير في حاجة عمالة حسام حسن مش عارفت تغديد بالكم منها ولا بجانب كل الارقام وقولك شوية او تعالى اقولك الارقام وعاك اقولك كابت الحسام حسن عمال ايه يالله شباب ارقام مهمة جدا لمنتخبنا الوطني منتخب مصر قال نهايات اوام افريقيا للمرة 27 في تاريخه لو عز صدرته كاكثر المنتخبات مشاركة في البطولة كما تأهل منتخب مصر النسخة الخمسة على التوالي بعدما شارك في نهايات 2017 و19 و21 و23 منذ غيابه في نسخة 2015 للمرة الاولى منذ اعتماد النظام الجديد لتصفيات اوام افريقيا منتخب مصر يفوز باول اربع مباريات له على التوالي في المجموعات برغم عدم مشاركته بشكل اساسي ابراهيم عادل سجل هدفين وصنع هدف في اخر اربع مشاركات مع منتخب مصر ماشي اولا كابتن حسام حسن عمل حاجة عظيمة جدا عارف فكرة الاحلال والتجديد بس بدون ما تعمل خلل تعمل ما تعمل مشكلة يعني دائما كنا بنخسر كتير قوي يعني فاكر انا بعد 2010 احنا دخلنا في مرحلة صعبة جدا كمنتخب مصر عشان كان جيل زهبي مفوض يتغير بجيل تاني دخلنا في منطقة صعبة جدا بنخسر ولا عارفين نوسط كاس افريقيا ولا كاس عالم والحالة كانت بايزة ده عمالي شوية خد احمد عيد يا الله لعب خد محمود صابر يا سيدي خد قبليهم كوكا الله طب خد إبراهيم عادل ماشي يالله خد قسامة فيصل جميل طب خد خليط صبحي الله هاخد لك مصطفى شوبيل كمال في القايمة يا سيدي عمالي جدد في المنتخب وهو سايب ايده متحسش ان فيه مشكلة ومتحسش ان فيه حاجة صعبة رأيان اشتركوا في القناة